أهلا بكم أستعرض معكم اليوم ساعة GTS 4 من Amazfit في الصندوق نجد الساعة بالطبع دليل الإرشادات والشاحن المغناطيسي هنا مع USB-A دعونا الآن نأتي إلى الساعة هكذا تبدو الساعة ساعة GTS 4 من Amazfit لنبدأ بالتصميم هنا هكذا الساعة مصنوعة إلى حد كبير من الألومنيوم كما نشاهد فقط الجزء السفلي منها بلاستيكي من البوليكاربونيت وهو الجزء الذي يلامس المعصم ويحيط بالمستشعرات من حيث الحجم الساعة مناسبة لمعصم اليد المتوسط وأيضا الكبير كما نشاهد هنا عند ارتداء الساعة من حيث الحجم مناسبة والساعة أنيقة أيضا وتشبه في تصميمها ساعات أبل وووتش بالشكل المستطيل تأتي الساعة بأربعة ألوان مختلفة وبسوار إما من النايلون الذي لدينا هنا أو بسوار من السيليكون المرن كما في الساعات الذكية الأخرى السوار بالمناسبة قابل للتغيير من هنا الشاشة هنا كبيرة نسبيا تأتي من نوع أموليد بمقاس بوصة 75 بدقة 390 في 450 بكسل بكثافة 341 بكسل في البوصة الواحدة بألوان رائعة وسطوع قوي تتيح لك مشاهدة أدق التفاصيل من زوايا مختلفة وأيضا تحت أشعة الشمس كما يمكنك التحكم بالسطوع سطوع الشاشة هنا تلقائيا لتوفير الطاقة أو تثبيت على حد معين الساعة هنا مقاومة للخدوش فهي مغطة بطبقة حماية تمبرد كلاس والطلاء مقاوم لبصمات الأصابع وهو حقيقة يعمل بشكل جيد لدينا هنا على الجانب الأيمن زر وحيد في الساعة هنا كما نشاهد زر دوار على شكل تاج يتوسطه شعار أميزفيد كما نشاهد طبعا هنا بالضغط على الزر الدوار ندخل إلى قائمة التطبيقات وسنأتي على ذكرها لاحقا الساعة بشكل عام خفيفة الوزن تزن مع الحزام هنا 27 جراما فقط وهي مقاومة للماء وفق معيار ATM5 أي أنه يمكنك ارتداؤها أثناء السباحة وتتحمل ضغط ماء حتى عمق 50 متر وما ذلك أنصح بتجنب حمامات البخار والغطس والمياه المالحة لأنها تضر بساعة تدعم ساعة عدة لغات هنا منها العربية وتعمل بنظام التشغيل الخاص بأميزفيد الجديد هو Zip OS 2.0 ويمكن التحكم فيها بالكامل من خلال التطبيق أيضا بحيث يمكنك تنزيل عدد كبير من التطبيقات الصحية والتعليمية بالإضافة إلى الألعاب هنا يمكنك أيضا تنزيل عدد كبير من الوجوه وجوه الساعة أكثر من 150 وجه وجوه رقمية وأيضا مدات رسوميات متحركة البطارية هنا تأتي بساعة 300 ميلي أمبير ساعة تدعم الشحن المغناطيسي كما نلاحظ هنا يستغرق شحن البطارية بالكامل ساعتين عمر البطارية بالاستخدام النموذجي يصل إلى ثمانية أيام بالاستخدام المكثف حتى أربعة أيام وفي وضع التوفير حتى 16 يوما أما مع تنشيط نظام الجي بي اس فإنخفض عمر البطارية إلى 16 ساعة أبرز ما يميز الساعة هنا هو أنها تدعم جي بي اس تقنية جي بي اس دقيقة جدا هنا تصل بنسبة دقيقة إلى 99% تدعم نظام جي بي اس بنطاق مزدوج مع ميزة العودة لنقطة بداية المسار وعرض المسار والتنقل في الوقت الفعلي أدمج في الساعة هنا المساعد الصوتي أليكسا لكنه لا يعمل هنا في قطر يعمل في عدة دول فقط على كل حال يعمل أليكسا كالمعتاد إن كنت من المستخدميه يمكنك أن تطلب من أليكسا تشغيل مصابيح كما يمكنك طرح أسئلة على أليكسا حول الطقس مثلا لكن الرد سيأتي على شكل نص كما زودت الساعة بمساعد صوتي هنا بدون الاتصال بإنترنت بالضغط مطولا هنا يمكنك استدعاء المساعد الصوتي لتنفيذ بعض الوظائف أو الخصائص في الساعة مثلا استدعاء وظيفة معينة أو تخزين مذكرة صوتية وما إلى ذلك بربط الساعة بالهاتف عبر بلوتوث يمكنك تلقي المكالمات الهاتفية والرد عليها فهي مزودة بمايكروفون ومكبر صوت كما يمكنك تلقي الرسائل والإشعارات والتنبيهات هنا على الساعة باللغة العربية وقراءتها بكل وضوح هنا ويمكنك أيضا الرد عليها إن أردت هنا بالضغط على الرسالة يمكنك هناك ثلاثة خيارات ريبلاي هنا إما برسائل مسجلة مسبقا هنا يمكنك إضافتها عبر التطبيق أو عن طريق الإيموجي هنا رموز التعبيرية وأيضا هناك خيار مسح الرسالة إذن هذه هي رسائل نصية أو التنبيهات يمكنك الحصول عليها بالسحب من الأسفل إلى الأعلى تتوافق GTS4 مع هواتف أندرويد بنظام أندرويد 7.0 أو أعلى وبأجهزة آيفون بنظام iOS 12.0 أو إصدارات لاحقة مثلا بالسحب من الأعلى إلى الأسفل يظهر لنا عدد من أدوات التحكم في أدادات الساعة كما نلاحظ هنا يمكنك بالضغط على هذه الميزة تفعيل وضع النوم لاستهلاك أقل من الطاقة وتتبع وضعية النوم هنا لدينا وضعية عدم الإزعاج هنا النسبة المتبقية من الطاقة في البطارية وأيضا إمكانية التحويل إلى باتري سيفر مود وضع التوفير البطارية هنا لدينا إمكانية التحكم في الصوت هنا عبر الشاشة أو الزر الدوار كما نلاحظ هنا لدينا التقويم يمكنك إضافة حدث معين لتذكير به لاحقا لدينا هنا ثياتر مود باختياره تصبح الساعة الصامتة ويقل السطوع لأقل درجة ويتم تعطيل ميزة إيقاظ الشاشة عند رفع المعصم وتعطيل أيضا ميزة Always on Display بشكل عام هذه الميزة هنا لإيقاف الوظائف التي تستنفذ البطارية هنا نخرج من هنا هنا لدينا إمكانية الدخول إلى عدد آخر من الإعدادات أو الخصائص مثلا وجوه الساعة تفعيل أو ربط بشبكة واي فاي بلوتوث هنا التحكم بسطوع الشاشة وأيضا Always on Display لدينا ميزة Always on Display وأيضا تفعيل الساعة عند رفع المعصم وما إلى ذلك لدينا هنا إمكانية التحكم بسطوع الشاشة هنا لدينا إمكانية وضعها تلقائيا حسب البيئة المحيطة أو التحكم بها من هنا هنا لدينا The watch screen will stay lit يعني إمكانية وضع أو تمشيط الساعة وعدم إطفاءها لمدة معينة خمس دقائق حتى عشرين دقيقة أو إيقاف هذه الميزة طبعا هذه الميزة تسهلك الكثير من البطارية هنا لدينا مصباح كما نشاهد ولدينا هنا ميزة الربط البلوتوث تفعيلها وإطفاءها وأيضا إمكانية الربط بسماعات لاسلكية وأيضا بwork out accessories هي اكسسوارات تتعلق بالنشاط الرياضي هنا لدينا الواي فاي تفعيلها وتعطيلها هنا لدينا قفل الساعة يمكنك قفل الساعة بحيث لا يمكنك التحكم بها عن طريق اللمس ويتم فتحها بالضغط مطولا على الزر الدوار هنا طبعا يفضل تعطيلها هنا يمكنك البحث عن الهاتف الذكي مثلا البحث عن الهاتف إذا كان في مكان قريب منك ولا تستطيع الوصول إليه هنا الميزة الأخيرة تتمثل في إخراج الرداد من سماعة الساعة والمايكروفون هنا بعد عملية السباحة نتم بهذا الشكل تخرج رداد الماء من السماعة بهذا الشكل الآن بسحب الشاشة من اليمين إلى اليسار ندخل إلى مقييس تتبع النشاط البدني عبر المستشعرات هنا في الخلف لدينا بايو تراكر 4.0 الأحداث من أميزفيت هنا يمكننا التعرف على كثير من النشاط الرياضي أو تتبع النشاط البدني للجسم عدد الخطوات المقطوعة عدد السعرات الحرارية المحروقة بالإضافة إلى عدد الدرجات التي صعدتها وما إلى ذلك طبعا لدينا هنا معدل قياس ضربات القلب وأيضا لدينا ميزة قياس تشبع الدم بالأكسوجين وهنا لدينا الطقس يمكنك الدخول وأيضا للطلاع على مزيد من التفاصيل على حالة الطقس خلال الأسبوع لدينا أيضا هنا ميزة PAI أي الذكاء الشخصي أو النشاط الشخصي في تعقب المقييس المختلفة هنا عند الدخول تقوم هذه الميزة بقياس أو تعقب المقييس المختلفة على مدار الأسبوع وخصائصك البدنية كالعمر والراحة ومعدل ضربات القلب كيفية استيجابة جسمك للتمرين الرياضية وما إلى ذلك على مدار الأسبوع في حالة كانت الدرجة هنا أعلى من 100 وفقا لمقياس PAI فهذا أمر جيد يجب أن تحافظ عليه طبعا هنا بالخروج لدينا هنا ميزة الاستماع إلى الموسيقى إما عبر الساعة أو عبر التطبيق عبر الهاتف الذكي يمكنك هنا تخزين الموسيقى على الساعة من خلال التطبيق بالصح من اليسار إلى اليمين نجد هنا عدد من الوجز أو النوافذ التي تضم بعض الخصائص التي تحدثنا عنها كالموسيقى وبعض القياسات قياسات الصحة أو النشاط البدني الطقس PAI وما إلى ذلك ويمكنك إضافة وجز أخرى أو نوافذ أخرى إلى هنا بالضغط هنا على الزر الدوار نحصل على قائمة أو ندخل إلى قائمة التطبيقات حيث نجد العديد من التطبيقات سواء المتعلقة بالصحة أو اللياقة البدنية والترفيهية PAI تحدثنا عن هنا لدينا أيضا heart rate قياس معدل ضربات القلب يمكن لهذا المستشهر تتبع ضربات قلبك وقياسها على مدار الأسبوع لدينا هنا blood oxygen قياس نسبة تشبع الدم بالأكسوجين لدينا هنا one tab measuring هذه ميزة أداء القياس one tab التي تجري لك فحصا سريعا خلال 45 ثانية هنا تظهر لك كثير من الأرقام مثل معدل ضربات القلب والأكسوجين في الدم ومعدل التنفس والضغط المحيط هنا بالضغط على work out لدينا أكثر من 150 وضع رياضي تتعرف الساعة هنا تلقائيا على ثماني رياضات منها وكما قلت تعمل مع تطبيق زباب من أميز بشكل سلس ورائع هنا لدينا الكثير من الرياضات لدينا work out history تاريخ هنا work out status الوضع الحالي للرياضة stress هنا قياس معدل الإجهاد ولدينا هنا activity كنا شاهدنا هنا النشاط البدني المقطوع سواء من حيث المسافة أو الجهد أو السعرات الحرارية لدينا هنا النوم عند الحديث عن تتبع النوم هنا فإن الساعة تنقسم أو تقسم النوم إلى مراحل عدة النوم الخفيف النوم العميق وحركة العين السريعة بالإضافة إلى تحديد الفترات التي كنت فيها مستيقظا خلال الليل كما يمكن لساعة أيضا رصد القيلولة أثناء النهار وحقيقة تعمل بشكل جيد هذه الميزة لدينا هنا ميزة فون يمكنك الاطلاع على الكونتاكتس الجهات الاتصال وأيضا الاتصال عبر الساعة من خلال لوحة الأرقام هذه الاتصال بالرقم المرغوب والضغط على الاتصال هنا يمكننا أيضا تخزين بعض بطاقات الاشتراك الوذر الطاقس الموسيقى تحدثنا عنها يمكنك التحكم فيها عبر الهاتف أو تخزين موسيقى الألارم تحديد منبه الوقت كالندر التقويم قائمة التطبيقات الأخرى أو الإعدادات أو الخصائص الأخرى لدينا هنا حركة الشمس والقمر يمكنك الاطلاع عليها هنا بشكل جميل من خلال هذا الجرافيك أو هذه الرسوميات كومباس لدينا هنا بوصلة ولدينا أيضا باروميتر لقياس الضغط أو الارتفاع ضغط الجو المحيط سايكل تراكينغ هنا لتعقب الدورة الشهرية لدى النساء لدينا هنا بريذ وهو تمرين لمساعدتك على التنفس بشكل ممتاز وصحي هنا ستوبووتش ساعة التوقف وكاونتداون لممارسة الرياضة أو الرياضات السريعة تحدثنا عنها للحصول أو لإيجاد هاتفك في المكان المحيط هنا يمكنك إضافة ساعة لأي مدينة أو دولة هذه القائمة يمكنك تخزين فيها ما تريد من واجبات معينة وتقوم الساعة بتذكيرك بها في الوقت المرغوب به وهنا لدينا Voice Memories يمكنك تسجيل مذكرات صوتية فكما قلت الساعة لديناها مايكروفون ومكبر الصوت يمكنك تسجيل هذه المذكرات الصوتية والاستماع إليها في وقت لاحق فمدورو تايمر ضبط الوقت هنا لفترات معينة من 25 دقيقة إلى ساعة بالإضافة إلى كاميرا رموت يمكنك هنا التحكم بكاميرا الهاتف والتقاط صورة عبر الساعة إذا كنت على بعد من الساعة يمكنك هنا تطبيق تنزيل بعض التطبيقات مثل ديلي جوك وما إلى ذلك هناك العديد من التطبيقات كما قلت الصحية والتعليمية والترفيهية على الهاتف دعونا الآن نتحدث قليلا عن تطبيق زيب أب المسؤول عن الساعة هنا نذهب إلى جي تي اس فور نجد هذه الواجهة الجميلة يمكنك التحكم بالساعة والكثير من الخصائص والوظائف عبر التطبيق هنا يمكننا رؤية جسبة البطارية المتبقية في البطارية هنا التحكم في الخصائص تتبع النشاط البدني والرياضي والصحي هنا أيضا الإشعارات وإضافة التطبيقات التي تريد أن تحصل على إشعاراتها عبر الساعة وجوه الساعة تنزيل عدد كبير من وجوه الساعة بشكل مجاني الرقمية سواء الرقمية أو التي الواجهة المتحركة لدينا هنا أب ستور حيث نجد كثير من التطبيقات تقوم أميزفيت بشكل مستمر بزيادة هذه التطبيقات هنا تطبيقات تتعلق بالإنتاجية وتطبيقات صحية وتعليمية وهناك أيضا بعض الألعاب كما نشاهد يمكن تنزيلها بسهولة واللعب بها على الساعة هنا أيضا يمكن التحكم بخصائص الساعة بشكل عام وما إلى ذلك هنا يمكنك الحصول على آخر التحديثات للساعة كانت هذه إذن مراجعتنا لساعة جي تي اس فور من أميزفيت يبلغ سعر الساعة بالمناسبة 200 دولار ما رأيكم في مواصفات الساعة السعر مقارنة بالمواصفات لا تنسوا أن تشاركوني أراء اشتركوا في القناة